السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال ودائما مع السهل والسريع السهل حلوة لشرب الشاي اقتصادية بكمية كثيرة بمكونات بسيطة متواجدة في كل بيت كتجيه شيشة دوب دوبان في الفم إلي عجبكم فيديو دي اليوم ما تنسوش خليوا لايك وتبرتجوا مع أصدقائكم لتعم الفائدة نحتاج كأس من السكر معيار الكأس 150 جرام فاني لياكيس واحد فقط أو ملحقة صغيرة نضيف علبة فلون بنكهة الفاني الوزن ديالها جوش فاصلة 5 جرام الفلون يعطينا المضاق ويعطينا حسن اللون نضيف رشة ملح لسحسين الضوء جوج بيضات نخدم المكونات جيدا بالطراب اليدوي حسيده بالسكر السكر من الأفضل يكون رقيق ممكن تخدمه غير بيديكم نضيف كأس من الزيت نباتي ودائما كنوزن بنفس الكأس اللي كيوزن 150 جرام نمزج المكونات جيدا هذا الحلوة السهلة سريعة تحضر بمكونات عندك في البيت اقتصادية كتعطينا كمية كثيرة ممكن تحضرها في آخر لحظة تاخذ منكم وقت إعداد الشاي فقط نضيف نصف كأس من جوز الهند أو الكوك يكون نوعية جيدة باش المضاق الحلوة يجيزوين نصف كأس بيسكوي متحون البيسكوي يعطي مضاق هائل لهذه الحلوة انا عملت مزيج من النكهات من بعد نضيف الضقيق بشكل تدريجي الضقيق انا غربلته من قبل نضيف الكأس الأول الكأس الثاني خميرة الحلويات 8 جرام نضيف مرة أخرى نضيف مرة أخرى الضقيق ممكن نضيفه كمية أكثر ممكن أقل على حسب نوعية الدقيق اللي استعملته نضيف الكأس الثالث بشكل تدريجي نضيف نصف كأس ندخله في العجين ومن بعد نضيف نصف كأس الأخر نجمع العجين حتى نحصل على العجين لنضيف نصف كأس الأخرى نقوم بتجمع العجين نضيف نصف كأس الأخرى نضيف لتصل إلى ثلاث كؤوس والبقال أخرى نجمع العجين حتى نحصل بها عجينة رطبة هذا هو القوام هذا هو القوام ثم نشكلها على شكل غريبة أنا شكلتهم غير تحدث في المقطع تقريبا كل واحدة عملت فيها 20 كرام ثم نأملهم في الصينية الغطة الفرن صينية فرجت لها ورق الزفدة إلا ما كانش متوفر عندكم ممكن تدهنوا الصينية ديالكم بالقليل من الزيت ندخل الصينية الفرن ساخن من قبل على درجة حرارة 180 درجة ضروري الفرن يكون ساخن من قبل الفرن أنا شعلت عليها غريبة تحتطي بالحلوة نشعل عليهم الفق نخليها غير شوية ونخرجها من الفرن لا تحمر الكمية اللي بقيت عندي وضعتها في الصينية أخرى ندخلهم الفرن ونعود نرجع معكم من بعد ما طيب الحلوة هذا هو الشكل الحلوة من بعد ما طلعتها من الفرن كتجي طيبة مزيان حلوة ناجحة 100% هذا هو الشكل عن قرب وهذا هو اللول اللي اخذت نضعها جانبا نضعها جانبا نضعها حتى تبرد ونضوز المرحلة التزيين نحتاج جوز الهيند أو الكوك يكون نوعية جيدة يكون دهني مش المضاق الحلوي جزوين نحتاج شوكولات أسود اللي دوبته على حمام مائي ضفتليها القليل من الزيت تقريبا 50 جرام شوكولات لا تهش كمية كبيرة دي الشوكولات نضغطس الغريبة في الشوكولات على هذا الشكل لا نضغطسها كاملة نضغط الفائد دي الشوكولات ونضعها في جوز الهيند أو الكوك ونضع فقط الشبكة طريقة سهلة أنا أعملت الشوكولات السود ممكن تعاوضه بالشوكولات أبيض أو المربا حتى هو كي جزوين اللي متوفر عندكم هذه الحلوة سهلة سريعة تحضر اقتصادية بكمية كثيرة بمكونات عندك في البيت ممكن تحضروها في آخر لحظة تاخد منكم وقت إعداد الشي فقط كتجيه شيشة دوب دوبان في الفم نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل كمية اللي عندي كاملة في التزيين ونعود نرجع معكم ترجمة نانسي قنقر من بعد ما كملت التزيين وضعتها في صحن التقديم هذا هو الشكل النهائي من أسهل و ألد الحلويات اللي عملت مضاق مختلف مزيج من النكهات اللي عملت حلوة سهلة وسريعة اقتصادية بكمية كثيرة بمكونات عندك في البيت هذا هو الشكل ديالها عن قرب كيجي الشكل ديالها جميل جدا شكل راقي والمداقية السلام ما تشبعوش منه نقسم لكم وحدة باش تشوفوا الشكل ديالها كيف عمل من الداخل حلوة اللي كتجيه شيشة الدوب دوابان في الفم ممكن تقدموها مع الشاي او القهوة تاخد منكم وقت اعداد الشاي فقط مكونات بسيطة متواجدة في كل بيت الى ضعفة المكونات تعطيكم كمية اكتر الى اعجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسونيش من التعليق ديالكم الجميلة من اللايكات ديالكم ما تنسوش بارتاجه الفيديو مع اصدقائكم لتعم الفائدة والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة